بعد ساعات من سيطرة الحوثيين على بوابة المحافظات الجنوبية وهي مدينة البيضاء والتي تحمل اسم المحافظة اشتعلت نيران المعارك والتي تمثلت بمقاومة قبائلية للحوثيين المحتلين للمدينة معارك اوقعت عشرات العناصر من جماعة الحوثي بين قتيل وجريح مصادر محلية اشارت الى ان سيطرة الحوثيين على البيضاء تمت دون مقاومة تذكر حيث استعان الحوثيون بغطاء من قوات الجيش وقوات الامن الخاصة الموالين لهم والتي عززتها الاليات العسكرية والدبابات التي تمركزت في عدد من المواقع المطلة على المدينة من مدخلها الشمالي كما وانتشرت دوريات عسكرية للجيش والحوثيين في عدد من شوارع المدينة والمواقع المهمة مثل معسكر قوات الامن الخاصة وادارة امن المحافظة اضافة الى مبنى المحافظة ما جعل الحوثيين يعتقدون بانهم احكموا سيطرتهم على المدينة لكن الامر لم يدم طويلا اذ شن مسلح القبائل هجوما مباغتا على عربات عسكرية تابعة للحوثيين ما اسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم مصادر محلية قالت ان المسلحين فجروا اليتين عسكريتين بواسطة عبوات ناسفة وقذائف ار بي جي هذا وتعتبر محافظة البيضاء احدى البوابات الرئيسية للحوثيين التي من خلالها يحاولون التوغل الى المحافظات الجنوبية وخاصة لحج وابين وشبوى ومحاصرة محافظة مأرب من الجهة الجنوبية والشرقية حيث يرى مراقبون ان الحوثيين يحملون شماعة محاربة تنظيم القاعدة في تبريرهم للسيطرة على البيضاء فمن خلال هذا السبب اي محاربة تنظيم القاعدة يغازلون الولايات المتحدة حتى تغض الطرف عن تمدد الجماعة والانتهاكات التي تقوم بها وهو ما يحصل فعليا على ارض الواقع فسيطرة الحوثيين على محافظة البيضاء بحسب محللين ما هو الا تنفيذ لما بدأوا به وابتلاع لما تبقى من البلاد في ظل ازدواجية الطرح الخاص بالجماعة والمتمثل بممارسة العمل العسكري بالتوازي مع الجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات السياسية فالقبول بالجلوس على مائدة المفاوضات ما هو الا تكتيك حوثي يمنحه مزيدا من التوسع على الارض